أنت أنهي نوع من الناس يعني أنت بتحب تختار معايير شريك حياتك إزاي هل أنت بتحددها؟ هل أنت يعني رسمها من وإنت صغير في دماغك؟ يعني من الآخر كده هل شريك الحياة ليه معايير معينة للارتباط بي ولا لأ سؤال الأول لنورة ايه ده؟ معاكد هاتين ثانية معاكد هاتين ثانية هو فيه إيه؟ لا، أوكي لرحمة معاكد هاتين ثانية بصوا بيكون يعني أنا بشوف أنه هو فيه معايير حاجات أساسية دي اللي أنا مش ممكن أن أنا أتنازل عنها أو مش ممكن أنها ما تكونش موجودة في الشخص اللي أنا عايزة أرتبط به ولكن أي معايير أو مواصفات مثلا في الشكل أنا عايزة طويل وجي قصير وأنا حبيته يعني ما لهاش علاقة مثلا أنا عايزة يكون بيشتغل شغلانة معينة ما جاتش الشغلانة المعينة دي فده برضو عادي مدام بحبه أو مدام فيه الصفات الأساسية اللي أنا حطاها هي دي معاييري ولكن دي حاجة بتضغير لا، الأساسية مثلا فيه بنات بتكون عايزة حد يكون متدين جدا ديها مش هتقدر تتنازل عن حد إلا لو هو متدين جدا بشكل معين بالضبط مثلا ممكن أكون أنا عايزة محترم في طريقته يعني بيتكلم بطريقة كويسة دي حاجة لا يمكن أن أنا هتنازل عنها حد يكون كريم مش بخيل دي حاجة لا يمكن أن أنا هتنازل عنها ولكن أي حاجة تانية ممكن ت لا، بالولا والألم دي أه مش عنها لا 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 ترجمة نانسي قنقر